بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب قسم الأحياء كلية العلوم جامعة المالك خالد النهاردة بنوصل الكلام في طائفة الطيور وبنتكلم في الهيكل الداخلي الهيكل الداخلي قلنا الهيكل الداخلي جميعا قلنا اللي هو متمثل في الريش في المخالب الأصابع في البيك كل ده هيكل مادة صلبة خارج الجسم لكن الهيكل الداخلي طبعا مادة عظمية لكنه رقيق ومختزل وملتحم مع بعضه مثل الرزغ المشطي اليدوي مثلا ورزغ المشطي القدمي فهي عصام رقيقة جدا ومن تلاقي بالتجواف الهوائية فهي خفيفة الوزن لوجود التجواف الهوائية لها لقمة قزالية واحدة عكس السريات لما نأخذ بعد كده في الإنسان حتى هتلاقي عندك لقمتان قزاليتان أو two occipital condyles عندنا هنا إيه؟ one occipital one occipital condyles الone occipital condyles دي فايدتها طبعا هي عملية التمفصل بينها وبين العمود الفقري أو الفقرة بن عمود الفقري التمفصل مع نهاية الجنجمة اللي هي موجودة فإحنا عندنا اتنين لقمتان قزاليتان تتمفصل مع الفيرست اللي هو الأطلس الفيرست فرتبري منهم فرتبري الكولم وبالتالي تلاقي أنت حركة الرأس على العنق حرقة محدودة ليه؟ لأن في لقمتان قزاليتان عكس الطيور أني عندها لقمة قزالية تبقى عاملة زي البكرة فتلفة في كل الاتجاهات لا توجد أسنان طبعا ولكن يوجد إيه من قار قارني زي ما قلنا طويل تلتحم العديد من الفقرات اللي تكون العجز المركب والملتحم مع الحزام الحوض والبلفك القص موجود في منطقة الصدر وزي ما قلنا ده بيبقى جزء عريض كده جزء عريض خالص كده موجود في منطقة الصدر وتلاقي فيه جزء خالص تحت مدبب منه كده اللي هو الكيل أو الزورق فإحنا عندنا الدافة والبقو فيه كمان عندك هنا بطنية وتساعد في عملية الطيران الكيلة موجودة عشان يبقى عامل زي الزورق في المية بيشق في المية الكيلة هنا في الطيور بيبقى بيساعد في عملية زي بيساعد في عملية الحركة للأمام النقطة الثانية ان فيه كمان حاجة اسمها الحرقفة او الايه الايه العاني او الورك اعظام دي مستطيلة مع بعضها تسمح باتصال الايه العضلات مع بعضها البعض الطرف الخلفي يميل للأمام طبعا عشان يدعم وزن الجسم لانه مفيش طرف أمامي وبالتالي يبقى لازم يحصل ازاحة كده ليه الطرف الامامي الطرف الخلفي ليه منتصف الجسم كده بحس انه هو يدعم الطير اسناء الوقوف وبهي طبعا اربع اصابع بها ايه مخالب قراني وقلنا الطرف الخامس الطرف الامامي متحور لاجنحة بها ثلاث اصابع والذيل مختازل كثيرا طبعا بغطيه ريش طويل لكن هبتكلم على ان الذيل في موجود في مختازل العظام ملتحمة مع بعضها البعض العنق طويله بها اربعتاشر فقرة القصر اللي استرنام اللي قلنا عليه ده تمتد وده سبب حتى ان هو ان منطقة الصدر بتبقى اكبر من منطقة البطن ان القصر ايه بيبقى كبير تمتد القصر الخلف تحت جوز اكبر من الايه وحتل الجوز اكبر من البطن طبعا وتكون سطح كبير تتصل به ايه طبعا العضلات اللي هي الصدر الموجودة في ايه طيور وتوجد ايه منطقة ايه زورق القص ازا ما قلنا اسفل منطقة البطنية الوسطى من ايه القص ازا ما قلتلك لو هو انت عندك الجزء ده كده تلاقي في جزء مدبع كده منتحت كده في منتصف القص الحزام الصدري الموجود اللي برتبط بالصدر في منطقة الصدر البكتر الجردل ده يتكون الحزام الصدري من نصفين وكل زي اي كيان يعني طبعا كل منهما يتكون من ثلاثة ازام اول حاجة عزمة اللوح اسكابيولا وعزمة الغرابي اللي هي الكوراكويل وعزمة الترقوة اللي هي الكلافكل اي حزام صدري لازم يتكون من ثلاثة ايه عزمة اللوح والغرابي والترقوة اسكابيولا ظهرية تشبه السيف والغرابي كبيرة تتمفصل مع القص وعزمة الترقوة الكلافكل الاستوانية ومنحانية قليلة عزمتين الترقوة تتحدى معا لتكون الايه الشعيبة او الفوركلة بين عزمتين اللوح والغرابي دايما بين العزمتين دول اي في اي كائن عنده الاحزام الصدري متطور بالشكل ده لازم ما بين اللوح والغرابي هتلاقي فيه تجويف اسمه تجويف الارواح او تجويف الارواح يسمونه جيلينويد كافتي واللي بيستقبل ايه يعني ده عزمة كده وده عزمة كده هتلاقي فينا تجويف كده ده على طول بيبقى فيه رأس الايه رأس الايه العدود عزمة العدود عشان يحصل بتاعدة الطرف الامام عشان يحصل تمفصل بين الطرف ايدك مثلا والايه الحزام الصدري بتاعك اللي برضو ده بالنسبة ليه الطرف الايه الخالف لكن الطرف الامامي طبعا احنا قلنا بقى فيه متحور الى وينج الجناح ادكونا الطرف الامامي من العدود والكعبرة والزند وعزمة الايه اليد العدود والساعد والايه العزام اليد العدود عبارة عن عزمة قوية وطويلة وتحمل منطقة مستديرة عند قمتها تسمى رأس الايه العدود يعني بده بقى عاملة كده بالشكل ده كده وقتلقي انه هو جزء كده زي الايه جزء صغير شوية يسموه رأس الايه العدود ويته طبعا زي قولنا رأس العدود يبقى تتبصل على طول مع مين مع التجوف الأرواحي او الارواح الموجود في الحزام الصدري الساعد اللي عبارة عن ايه او عزمة الكعبارة وعزمة الايه زند دي اللي الموجودة وهما اللي اتنين مع بعض طبعا ايه تبقى دي للداخل الرقيقة ودي تبقى الايه زند بتبقى خوية شوية هما متوازياني ومفصلاني عن بعضهما البعض عزمتين جمع بعض في عزمة اليد بعد كده متحورة عن تلك الموجودة في الفقريات الاخرى الصف القريب من العزمة الرزغ يتمفصل فقط بعزمتين مفصلتين عن بعضهم البعض هما الكعباري الريديالي والزندي الوالناري زي ما خدنا قبل كده هما الكلم على تركيب عزم اليد فانت عندك القريب هيبقى الكعباري والبعيد هيبقى الزندي ويلتحمان مع امشاط اليد اللي يكونها عصمة واحدة بسماء الرزغ المشطي اليد فيه ففي عندك الوقت التحمة بين الكعباري والزندي مع الصف البيعيد والتحمة مع بعض مع امشاط اليد اللي يكون ما يعرف بعصمة واحدة كده وندمج والتحمة مع بعض بسمو الرزغ المشطي اليدوي الكربو ميتا كربس في الكائنات العادية فيه كربس وفيه ميتا كربس لكن هي الوقت عصمة واحدة نتيجة التحمة العظام مع بعضها بسمو الكربو ميتا كربس الأصابع زي ما قلنا سلاسية العدد ويتكون من سلاميات الفالينجس أي أصابع كده طبعا ولها معادلة أصبعية بسماء واحد اثنين ثلاث الأصبع أولاني فقرة واحدة الأصبع الثاني عقلتين أصبع الثالث ثلاث عقل ده الجزء اللي احنا قلنا عليه ده القص زي ما انت شايف كده السترنم وده الجزء مدبب فيه لتحت ده اللي هو الكرينيسترناي أو الكيل طيب بالنسبة الحزام اللي هو البلفي جردل هتلاقي أول عظمة فيه اللي هي الجزء ده سموه اللي هو عظمة الكوراكويد غرابي والجزء اللي فوق ده ده اللي هو الاسكابي له عظمة اللوح اللي اتحاد الاتنين دول مع بعض في المنطقة دي اللي هي دي و دي يوم يديك فراغ الفراغ اسم التجويف الجلونور كابيتي اللي يحصل فيه تمفصل ايه تمفصل الفور الليمبس او الطرف الامامي عن طريق رأس اللي هي جزء ده فالجزء ده يتمفصل مع التجويف الموجود في الشكل ده جزء التن والشوعيبة عظمطية الترقوة زي شوعيبة كده ما بقى سموهم الفركلة ده بالشكل ده طبعا كده بعد كده فيه الضلوع الموجودة اللي بتتصل به العمود الفقر بالتطرف الأمامي زي ما قلنا هو موجود في الجناح هيبقى عندك اليمرس وعندك الساق اللي عبارة عن القلنة وعبارة عن الريدياس اللي هي الكعبرة والزند بعدك هفيه عظمتين صغيرين اللي قلت عليهم اللي هما الريديال الكعبري وفيه عندك كمان اللي بعدك اللي هي الزندي بعد كده هيبقى فيه أزام المشط اللي هي الطويلة اللي هي التحمت مع بعضها البعض وكونت حاجة اسمها الرصغ المشطي اليدوي انت عندك الكربوميتا كربس يبقى انت الوقت عندك الكربس الكعبري والزندي وعندك الكربوميتا كربس الموجود ده وبعد كده الأصابع هتلاقي عندك الأسبوع ده رقم واحد عبارة عن أسبوع واحد واحد وده فقرتين وعلى كده واحد اتنين ثلاثة موجود مع بعض يبدأ الأسبوع رقم ثلاثة بالنسبة للحزام الحوضي يلتحم الحزام الحوضي مع بعض الفقرات الخلفية ليكون حاجة اسمها العجز المركبي يعني كان عندي هناك استرنم في الحزام الصدري هنا عندي العجز مركب سنسكرم استرنم سنسكرم طيب يتكون الحزام الحوضي من سلاسة أزواج من العظام عزمة الحرقفة اليوم والتحي من سطحات داخلي مع العجز المركب العزمة بعد كده عزمة الورك وبعد كده عزمة العان عزمة الورك وهي زهرية وخلفية عزمة العان وطبعا الجيس طوانية بطنية وتمتد الخلف أكثر من الورك بين الحرقفة والورك والعان يوجد تجويف بيسمون تجويف الحق زي تجويف الأرواح اللي كان موجود ما بين الكوراكويد والإسكابيلة ده الأستابلوم أو اللي هو الحق التنية كان اسمه بالنور كافيتي هنا تجويف الأرواح هنا تجويف الحق الأستابلوم والذي يتمفصل مع رأس الفخص يوجد كمان في حاجة اسمها ثقب المسدود بين عزمتي الورك وعزمة العان وبينهما يوجد الثقب الحلقفي الوركي اللي هو الاليو السكياديك فورامين بين عزمتي الحرقفة وبين عزمتي الاليو الورك بين الحرقفة والورك هتلاقي فيه فراغ رماس دود اسمه السكياديك فورامين يتكون الطرف الخلف من عزمة الفخص جزا ما احنا قلنا اللي هو القصب الرزغي وبعد كلا بعد الفخص على طول فيه القصب الرزغي اللي هو الترسس اللي هي الساق والشزية الفيبيولة والرزغ المشتي القدمي برضو الحد ما بين الترسس والميتاترسس ويكون عاصمة واحد اسمها الترس وميتاترسس واصابع القدم جزا ما قلنا وله رأس تتمفصل في تجويف الحق عظمة القصب الرزغي هي عظمة عظمة القصب أو القصب يعني اللي هي ملتحمة مع الصف القريب من عظام الرزغ الموجود الشزية تلتحم مع الجزء الأمامي والقصب تلتحم مع الجزء الخلف عظمة الرزغ المشت القدمي تمثل الصف الأي البعيد من عظام الرزغ ملتحمة مع مشاط القدم زي الجزء اللي كان موجود برضو في الأطراف أصابع القدم أربعة هناك ثلاثة ولها معدلة اثنين ثلاثة اربعة خمسة هناك اتواحد اثنين ثلاثة تتجه إبهام القدم إلى الخلف والثلاسة طبعا الثانيين يتجهوا للأمام طبعا عشان يبقى فيه التدعيم لعملية الوقفة وتساعد في عملية المشي اللي هو زي ما قلنا باي بيدا اللي كوموشن صنائي الأقدمة الاثنين تقفز أكناب تقفز وتمشي في الأقدمة الاثنين مع بعض في أن واحد ده اللي هو الحرقوفة الجزء العرض الكبير ده بعد كده جزء اللي في الآخر ده اللي هو الاسكوم اللي هو الورك يبقى هنا حرقوفة وورك وبعد كده الجزء صغير ده هو العزم ده اسمه السقب المسدود وبعد كده ما بين العزمة دي والعزمة دي والعزمة التالتة هتلاقي فينا التقف اللي هو موجود ده اللي هو بسموه تقف الاسيتابولا معه التوقف الحق اللي هيتمفصل معه رأس رأس الفخص بعد كده يبقى فيه السقب الحقوفي الموجود ده سقب كده موجود وطبعا الجزء اللي فوق ده اللي قلنا عليه اللي هو الاسينسيكرا منعجز المركب اللي هو الاتحاد من نهاية العمود الفقري الفقرات مع بعضها البعض فده الذيل زيل قصير فقرات اللي فيه صغيرة وتحد مع بعض اخر جزء فيه بسموه الباجوستايل او الشاخص الذيلي بالنسبة بالطرف الخلفي هنلاقي فيه الفخص هنلاقي فيه السق السقب عبارة عن حكتين عظمة هي القصب اللي هي الرزغ القدمي تابيوترسس وعظمة الفيبولا الصغيرة اللي بتبقى صغيرة بالشكل ده بعد القصب الرزغ القدمي اللي قلنا اتحاد معه البلوز بتاع الترسس القريب هيبقى فيه الجزء البعيد هيبقى فيه عندك الرزغ المشتي القدمي اللي هو الترسو ميتة ترسس اتحاد ما بين الرزغ وبين المشط. الاثنين دول مع بعض اللي هو الترسل من الترسس. يبقى يطلع منهم على طول ال ايه. الاصابع قلنا عادلهم ايه اربعة. واحد للخلف وتلاتة للامام. وازا ما انت شايف واحد اتنين تلاتة اربعة اتنين تلاتة اربعة خمسة. دي المعادلة الاسمعية عادل الموقع الموجودة في الاصابع. ده بشكل عام لجسم ال ايه. الهيكل الداخلي للحمامة. ووضح لك كل الاجزاء. احنا قلنا ان الفقرات المنقية عادلها اربعة عشر ايه. فقرة. ده الجزء الامامي اللي هو اه الجزء الخلف السوري اللي هو الحزام الحوضي. وده اللي بيطلع طبعا منه الطرف الخلفي. وده الحزام الصدري. اللي متصل بيه الايه الاسترنم ويمتصل بيه الطرف الامامي اللي موجود فيه الجناح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.